اشتركوا في القناة ومرحلة من تاريخها واذا كان من الاحياء من تحبه ومن تكرهه ومن الامم من تعجب به وتكبره ومن تنكر حاله وتحقره فان من مضوا ذهبوا بحسناتهم وسيئاتهم وانقطع بيننا وبينهم حبل الحب والكره وصاروا احاديث ذهبوا بما لهم وما عليهم وصار حسابهم على ربهم لقد مر على الطبعة الاولى من هذا الكتاب اقل من اربعين سنة في حساب التقويم ولكنها في ميزان الاحداث مئة سنة لقد عشت انا خمسا وثمانين سنة ولكنني لما رأيت من احداث الظهر وتقلبات الزمان عشت مئة وثمانين سنة وعيت على الدنيا في دمشق وهي احدى الولايات العثمانية التي تمتد حدودها حتى تشمل طرفا من اوروبا وطرفا من افريقيا وبلادا واسعة في اسيا فرأيت الحرب الاولى وكنت لما نشبت في اوائل ايام المدرسة ورأيت ما كان بعدها اذ غدت الشام التي كانت بعض ولاية من ولاية الدولة غدت دولا دولة دمشق ولها حكومة ولها حاكم ودولة حلب ودولة العلويين ودولة الدروز ودولة اكبر منها ولكنها فرع من الاصل الذي انبثقت منه وانفصلت عنه هي دولة لبنان الكبير الذي انتزعوا اقضية الاربعة من سوريا وضموها اليه ومنها طرابلس والبقاع ولبثنا سنين ونحن نخرج بالمظاهرات نطالب بالاقضية الاربعة وما كنا نملك الا سلاح المظاهرات والمقالات والاضرابات ثم جاءت قضية لوائل اسكندرون وكان مطلبنا هو الاستقلال وطرد الواغ للدخيل وكان تاريخ طويل تبدلت فيه حكومات وكانت فيه انقلابات وتوالت فيه ثورات وثورات حتى انتهينا الى المصير الذي صرنا اليه والى الله المشتكى فلما قعدت اكتب مقدمة هذه الطبعة من كتاب اندونيسيا عدت اليه فنظرت فيه فاذا انا اقرأ كتابا جديدا كتابا لا يصف اندونيسيا اليوم ولكن يؤرخ لبعض ما كانت عليه بالامس افادع الكتاب لا اعيد طبعه فيخسر القراء ما فيه من وصف وما جاء فيه من حقائق وان منها لصفحات تعبت في اعدادها وارجو من الله الثواب عليها كفصل دخول الاسلام الى اندونيسيا وفصل عن تاريخ الحركات الاسلامية فيها جمعته من افواه الرجال الذين شاركوا في صنعه وما احسبه موجودا مثله في غير هذا الكتاب لا لن ادعه ولكن انشره على انه كتاب تاريخ وان من التاريخ ما هو قريب ولكنه على قربه صار ابعد عن الاذهان وادنى الى النسيان لقد تبدلت اندونيسيا التي تقرؤون عنها في هذا الكتاب فحالت الاحوال وذهب اكثر من ذكر فيها من الرجال وصار تاريخا يروى وقد كان قائما يرى ما تبدلت طبيعة الارض ولا تغيرت مشاهدها ولا ذهب ذلك الجمال الذي جعلني اقول في نعته ان سويسرا قد انتقلت الى اسيا فهذا خلق الله وخلق الله باق ما اذن الله ببقائه لا يصل اليه الفساد انما يفسد ما امتدت اليه يد الانسان استمع الى الكتاب ثم انظر فاسأل اين السوكارنو الذي كان اسمه على كل لسان وصورته في كل مكان واخباره تتصدر الاخبار وتملأ الصحف والمجلات وتلهج بها الاذاعات لم يكن ينطق الاعلام الا بمدحه بل يكاد يقدسه ويسبح بحمده تعالى الله ان يكون له في اسمائه وصفاته مماثل او شريك فاين اليوم سوكارنو واين الذين كانوا يحفون به يخشون صخطه ويطلبون رضاه واين امثاله ممن كانوا على عهده وعلى مثاله في الشام ومصر وتونس والجزائر وكثير من البلدان بل اين الذين كانوا وراء السطار الحديدي يتخذون الالحاد دينا ويجحدون الله ربا ويقدسون ماركس ولنين لقد هتك السطار وهدم في برلين الجدار والطجعة الشيوعية على فراش الموت وأطباؤها هم قاتلوها وأصحابها هم مشيعوها كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار كان الشيوعيون يظنون أنهم سيسيطرون بها على الدنيا وأن ماركس ولنين ستحل أسماؤهم محل أسماء الأنبياء والمرسلين وأنها ستمحو كل نظارية أو دعوة سواها وتزيل كل نظام عداها وأن ظلامها سيغطي على أنوار الإيمان والله متم نوره ولو كره الكافرون وغدا وإن غدا لنظره قريب تسألون ثلاثة أربع طلاب المدارس من كارل ماركس فلا يعرفه إلا القليل كم عدد الذين يعرفون اليوم من هو مزدك لقد قلت من قديم أنه لن يعرف غدا إلا العلماء الكبار ما هي البعثية بل لا يعرفون ما هي الشيوعية وكذلك ليحق الحق ويبطل الباطل ولا يبقى إلا الصحيح والصحيح هو الإسلام وكل ما خالفه أباطيل أو هام من كان يظن أنه سيأتي من قوم ستالين رئيس اسمه خروشوف يلعن ستالين ويطمس آثار ستالين وأنه سيأتي آخر اسمه غورباتشوف يشارك أعداء الشيوعية بهدمها هذه العبر قيد النظر ولكن أين من يعتبر؟ أين الذين ظنوا أنهم شاركوا الله في ملكه؟ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وأذلوا رقاب العباد وملأوا الدنيا بالفساد لقد كانوا ملأ الأسماع والأبصار فصاروا خبرا صغيرا في حاشية كتب التاريخ وبعد فهذا كتاب إندونيسيا ما بدلت فيه شيئا وإن تبدل فيها كل شيء فاستمعوا إليه على أنه كتاب تاريخ يرويه من عاش هذا التاريخ علي الطنطاوي كلمة أذيعت سنة 1954 أعود يا أصدقاء المستمعين ها أنا ذا أعود إليكم بعدما غبت عنكم ثمانية أشهر جزعت فيها ربع محيط الأرض وبلغت فيها أبعد المشرق ووصلت فيها إلى ما لم يصل إليه ابن بطوطة رأيت فيها السند والهند وجزت بورما وسيام وزرت الملايا وسنغافورة ورميت أبعد المرامي آخر إندونيسيا حيث لم يبق بيني وبين أستراليا إلا مرحلة واحدة بالطائرة ثمانية أشهر كم دخلت فيها من بلدان وكم لقيت من ناس وكم شاهدت من عجائب وغرائب ولا طائف وطرائف وما نسيت الدمشق على هذا كله يوما ولا خمد الشاق إليها ساعة أعود وفي جعبتي مئات من الصور من كل طريف معجب وكل ضريف مطرب وسأنشر هذه الصورة إليكم وأجليها لكم لتروا فيها الجديد الذي لا تعرفونه ولو أني رجعت من أوروبا وأمريكا وفتشتموني لما وجدتم معي عجبا لأنكم تعرفون ألوان الحياة في أوروبا وأمريكا تعرفونها من السينما ومن الكتب ومن المجلات ومن ألسنة الراحلين إليها أما بلاد المشرق فما كنت أعرفها أنا ولا تعرفون اليوم أنتم من أمرها إلا القليل سأعيد عليكم مراحل رحلتي مرحلة مرحلة أريكم ما رأيته وأسمعكم ما سمعته وأنقل إليكم ما شعرت به وأحسسته حتى تكونوا كأنكم معي فيها سأحدثكم عن فلسطين اليوم حديثا لا تعرفونه وأنتم جيران فلسطين عن القدس والقرى الأمامية ما حالها وما مآلها عن عمان ونهضتها وعن بغداد وعظمتها بغداد التي عشت فيها سنين من عمري فلما عدت إليها بعد خمس عشرة سنة رأيت بغداد غير التي تركت فلم أكد أعرفها عن الموصل التي يحس الشام فيها أنه في الشام عن البصرة بندقية العرب ومفتاح الشرق عن باكستان البلد المتوثب الناهض عن الهند والهند دنيا من الأجناس والألوان والعجائب عن الملايا عن سيام التي يسكن أهلها في بيوت كأنها ألاعيب الأطفال ولا ترا فيهم إلا ضاحكا عن اندونيسيا بلاد الماء والخضرة والأجسام الحسان عن الشرق الغني بطبيعته وناسه وأرضه وسمائه وماضيه ومستقبله فالطبيعة كلها كنوز معادن وزيوت وشلالات وثروات لا تنفد والناس عدد الرمل والملايين هناك كآلاف عندنا أو المئات والسماء تصطع بالنور وتهطل بالخيرات والأرض خصب ونبات وحقول وغابات ورياض وجنات ما رأينا من كاراتشي إلا آخر جاوة بقعة واحدة جرداء الشرق الغني بالماضي الفخم يوم كانت الحضارة فيه وكان فيه العلم وكانت فيه القوة وكان له في الأرض السلطان والمستقبل الفخم الذي سيرجع ذلك الماضي والذي بدت تباشيره وظهرت بواكيره حتى لم يبق في آسيا كلها من جحيم الاستعمار إلا شعن صغار لا تزال هنا وهناك لقد أطفأت أيدي الشرقيين تلك النار وأقامت مكانها الجنات تجري من تحتها الأنهار لقد تحرر الشرق ولن يعود إلى الرق أبدا وهو يمشي إلى الحياة على حين يمشي الغرب على رجليه إلى الموت على رجلين من القنبلة الذرية والمطامع الأشعبية يعمل جهده ليدني الحرب الثالثة التي لا تبقي ولا تذر وكذلك كان سير الحضارة أنها لا تزال تنتقل بين الشرق والغرب بدأت من الشرق من الهند والصين من بعيد ومصر وبابل والشام من قريب ثم غربت إلى اليونان والرومان ثم عادت مشرقة إلى دنيا الإسلام إلى دمشق وبغداد والقاهرة ثم رجعت إلى الغرب إلى باريس ولندن وواشنطن وهذه بدأت تعود إلى الشرق وهذا هو مكانها ومن الشرق يبدو النور ومن الشرق تطلع الشمس وسأحدثكم حديث الشرق أحدثكم عن الفتوح الإسلامية الثلاثة في الهند الفتح العربي لقد سلكت طريقه وماشيت من حيث مشى وتتبعت آثار أقدام الجيش الذي خرج من دياره إلى أرض الحجاز يقوده الفتح العربي الذي فارق منازل أهله في الطائف ومشى 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 حتى جزع الأرض إلى موضع كاراتشي اليوم وأين أنت يا طائف من كاراتشي وكان الجندي يشري زاده بنفسه ويحمله على كتفه ليس في الجيش مصلحة تموين وكان يشري سلاحه بنفسه ويحمله على كتفه وكان يشري راحلته بنفسه أو يمشي على رجليه وكان يصبر على الحر والقر والجوع والعطش وكان مع ذلك كله يدعس في طريقه كل قوة تعترضه وكل قلعة وحصن حتى بلغ الهند يقوده محمد بن القاسم الذي لم يزد عمره عن سبع عشرة سنة وهو اليوم سن تلميذ في الصف الخامس الثانوي والفتح الأفغاني حين استعاد سلطان محمود الغزنوي ما فتح بن القاسم ثم حاز من الهند ما لم يحوزه قبله فاتح ثم الفتح المغولي فتح بابر وأحفاده الذين ملكوا الهند كلها وكان منهم الإمبراطور أكبر ملاحظة الذي كفر آخر عمره وأكره الناس على الكفر ولفق دينا جديدا ما أنزل الله به من سلطان نعود للسياق وكان منهم شاه جهان وكان منهم الملك الصالح ملاحظة وتجدون سيرته وسير كثير مما ذكرت في كتابي رجال من التاريخ نعود للسياق الملك الصالح الذي ملك من الهند ما لم يملكه أحد والذي جمع الحزم والعزم والتقى والصلاح والعلم والأدب والذي لا أكاد أعرف بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز من الملوك الكبار للأمراء الصغار من هو أصلح منه أحدثكم عن آثار المماليك وقد وقفت عليها في أطراف ديلي عن مسجد قوة الإسلام الذي عاد أطلالا ولكنها أطلال فيها من الروعة والضخامة ما ليس للقصور العوامر وعن منارة قطب الدين وهي تشرف على الدنيا من علو سبعين مترا كأنها من ضخامتها جبل وهي جبل من الأمجاد والمكرومات وعن آثار المغول في قلب ديلي ودهلي وما حولها هي منازل المسلمين لهم في كل مكان فيها أثر عن المسجد الجامع الذي بناه شهجهان باني تاج محل ولا يزال عامرا قبته مرفوعة يقابله من ديلي الجديدة ملاحظة نحن نسميها ديلي والإنجليز ومن لا يدري يسمونها ديلي نعود للسياق يقابله من ديلي الجديدة قصر نائب الملك وقبته الشامخة وبينهما شارع واحد مستقيم قبة حيال قبة وجلال مقابل جلال أخذ الإنجليز الهند منا وكنا نحن حكامها فرماهم الله بحجرهم وعاملهم بعملهم فانتزعها منهم لقد خلى قصر نائب الملك من نائب الملك ونزل العلم وهوى التاج ولم يبق من ذلك الاستعمار الذي بنوا له بناء من يظن أن له الخلود إلا قبة القصر تناجي قبة المسجد تتحدثان من بعيد تتشاكيان غير الأيام وعبارة دهر على أن تحت قبة المسجد الآلاف المؤلفة من أهله لا يزالون ينادون الله أكبر وهو نشيد الإسلام وما تحت قبة القصر من بنى تاميز مناد ينادي يحفظ الله الملك وهو نشيد بريطانيا عن القلعة الحمراء التي لا تزال آية في القوة وفي الرشاقة بناها بان المسجد شاه جهان أفليس عجبا أن يكون تيمور لانك أكبر مخرب في التاريخ وأن يكون من ذرياته شاه جهان هذا أكبر بناء في التاريخ باني تاج محل أجمل أبنية الدنيا على الإطلاق أحدثكم عن كالكتة التي فيها خمسة ملايين ونصف من البشر بمقدار أهل سوريا ولبنان والأردن معاً والناس فيها من بني آدم يجرون عربات الركوب والحمل والبقر تمشي تتبختر في الشوارع لأنها مقدسة معبودة لا يعرض لها أحد بسوء عن لكنو التي فيها ندوة العلماء وديومبيد التي فيها أزهر الهند وعليكرة التي فيها أكبر جامعة في الشرق وعن المدينة الجميلة عروس المدائن بومبي التي رأيت فيها شباط الشام في الصيف فكأنه قد ضل طريقه في البحار فوصل بومبي في تموز أحدثكم عن القرادة التي تملأ الأصطحة في لكنو كأنها القطط في الشام تقفز من الأشجار إلى شرفات الفنادق وغرف البيوت والطواويس التي تختال حرة في الحقول والببغوات التي تطير كالعصافير وعن أشجار البابايا التي تحمل البطيخ فهل سمعتم بأشجار كالنخل تحمل بطيخاً؟ وأحدثكم عن سنغافورة التي فيها العمارات ذوات العشرين طبقة وفيها مليون ومئة وخمسون ألفاً ثمانمائة ألف منهم من الصين لم أرى أمة في مثل براعتهم في التجارة وحذقهم فيها ولطف مداخلهم ورقة شمائلهم ولم أرى مثل نسائهم اللواتي يعملن كل عمل حتى سوق السيارات والحلاقة للرجال وأحدثكم عن إندونيسيا التي فيها ثلاثة آلاف جزيرة منها جزيرة جاوة جزيرة السحر والفتون جزيرة الهوى والشباب حيث سرنا عشرين ساعة في القطار فلم نمر على مكان خال من السكان جاوة التي فيها ثلاثة وخمسون مليوناً وما تزيد مساحتها على ثلث سوريا وفيها من غربها إلى وسطها أن أنهار تنحدر على الصخور تأتي من عتمة الغابة لتضيع في عتمة الغابة كسر جاء من ظلمة مجهول ليضيع في ظلمة مجهول فيظل أبداً فتنة القلب وضالة الهوى لقد عددت في ساعتين في القطار ستة وثلاثين نهراً ثم مللت بلد الغيد الباسمات اللواتي يبقين أبداً في مثل عمر الأطفال تعجز الأيام عن أن تنال من شبابهن كما تعجز أن تنال من شباب الرجال جاوة التي يصدر منها السكر إلى ربع العالم فلا عجب أن يكون كل شيء فيها حلواً كالسكر ولعل الله يوافقني فأجيد هذه الأحاديث